لمزيد من النقاش والمتابعة لتطورات هذا السباق الانتخابي في البلاد ينضم إلينا هنا في الأستوديو المحرر السابق للشؤون الدبلوماسية في صحيفة القاردين السيد باتريك وينتر سيد باتريك مساء الخير مرحبا بك معنا هذا السباق الانتخابي تم المضي والذهاب إليه بعد فترة من غياب الاستقرار السياسي في البلاد بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي بتصورك هل يمكن لهذا السباق ونتائجه المحتملة والمتوقع عن تجلب الاستقرار السياسي في هذا البلاد أعتقد أن ما سنراه الآن هو أغلبية كبيرة لحزب المحافظين كما تقول معظم استطلاعات الرأي ورئيس الوزراء سيكون بوريس جونسون كما هو معلوم أن المسألة الخاصة بالبريكزيت شاهدت انقصاما حدا في البرلمان وبالتالي إنه انتخابات ستؤثر على الحياة في بريطانيا في خلال العشرين سنة القديمة وليس خلال السنوات الخمس فقط المقبلة نحن نعلم أنها قد يؤدي إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي وهذه المسألة سيتم التفاوض بشأنها خلال العام المقبل تتوقع أغلبية محافظة في نتائج ومخرجاتها في السباق الانتخابي وفقا الاستطلاعات الرأي لكن هذه الاستطلاعات أخطأت في استفتاء بريكزيت أخطأت في الانتخابات الأمريكية حين رجحت وصول هيلل كلينتون للحكم بدل توناند ترامب ما الذي يدفع للاعتقاد بأنها قد تصيب هذه المرة وبأن المفاجآت قد لا تكون حاضرة فعلا بوصول جريب كوربين للسلطة حقيقة كانت هذه الاستطلاعات خاطئة في عام 2015 و2017 ولكن لقد شاهدنا غالبية كبيرة في استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوز المحافظين وأن دوائر المحافظين التي هي موجودة في قواعد عملية تشير إلى رفض أهل هذه الدوائر لسياسات العملية أخيرا وبخصار البعض يرجح خيار البلمان المعلق لماذا تستبعد هذا الخيار؟ أنا لا أستبعد ذلك لأن استبعد أي شيء من السياسة هو أمر خاطئ إن ربما الإقبال الشديد على الانتخابات قد يكون في صالح العمال ولكن أنت تعلم أن الطقس سيء ومظلم ومنطر شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وانضمامك إلينا سيد باتريك وينتر المحلل السابق لشؤون أدول المسيح في صاحفة القاردين شكرا جزيلا لك